طرع علينا الإعلامي والكابتن ميدو بين الأهلي لو خد رعاية مليار و300 مليون لازم الزمالك ياخد زيه يا جماعة والله العظيم عيب التصريحات دي وعيب الكلام دي انتوا اللي بتقللوا من نديكم ومن تاريخكم وبعدين جماهركم بتزعل مننا تلاقي الجمهور الزمالك داخل يا هاجمني بيقولك انت بتقلل وانت وانت لا يا فندم والله اللي بيقلل منك هم رموزك كابتن ميدو لما يطلع يقولك كده على فكرة هو بيقلل من ندي زمالك شرحت قبل كده عقود الرعاية وقلنا ليه لأهلي رعايته اللي لازم تكون أكبر من الزمالك نتيجة القاتي أفكرك بشكل سريع وبعدين هقولك هو ليه بيقلل منك مش أنا أنا مش طالع أقلل منك ولا حفر عليك وحلقة عقود الرعاية تقدر تشوفها بقولك حلقة طويلة جدا شرحت لك فيها كل البنوت اللي بتقول ان ليه لأهلي لازم ياخد أكتر من الزمالك بشكل تصويخي وبطولات وتاريخ بالأرقام مش بالتحفيل ولا ان انا بدايقك ولا اي حاجة كابتن ميدو طالع بيقول لازم الاهلي ياخد زي زي زمالك طب يا فندم احنا يعني ده مفوض راجل المحترف اللي راح أوروبا اللي عارف اللي بيتكلم فيه زي نطور القرى المصرية طب ازاي بتتلعب بعقول نازل زمالك كده ازاي بتتلعب بعقول الناس كده جماعة والناس تطلع تهاجم نحن بص يا كابتن ميدو قلنا قبل كده الاهلي هو الأقصر مشاركة وحصولا على دوري أبطال أفريقيا الاهلي هو الفريق اللي راح كسي عامل أندية سبع مرات خد تلاتة برونزية عالم في بطولة أنت حتى ما رحتش يعني قضيف شرف مع الجماهير فيها النادي الأهلي خد في آخر عشرين سنة سبع بطولات أفريقيا حضرتك في آخر عشرين سنة خد صفر كبير جدا ولقب الحصالة وهو اللقب الذي يعني الأقصر حصولا على آخر ترتيب في دوري المجموعات في أفريقيا الفريق اللي الفرق بتقب منه نقط وبتجمع منه نقط بشكل أكتر ده لقب الحصالة اللي حضرتك حصلت عليه أكتر من سبع أو تمن مرات في العشرين سنة تسع مرات كمان ده موقف حضرتك الأهلي هو المنشأة الأقصر نظاما والأقصر انتشارا الأهلي نادي رياضي عنده أربع فروع حضرتك لا تملك غير فرع واحد فده بيفرق في تسويقه الأهلي هي العلامة الأقصر مبيعا نتيجة الشعبية وضحنا وقلنا أن الشعبية بتفرق فشعبية النادي الأهلي وجماهرياته هي الأكبر داخل مصر وخارج مصر سبنا من كلام المساطب اللي بيتقال صدقوني والله العظيم مش معنى أن هم بيطلعوا في التلفزيون يتكلموا يبقى هم دول اللي بيقولوا الحقيقة والله لا هي بتبقى صدقوني بتبقى أرزاقه وكرم من عند ربنا هو رزق أنه يقعد على الشاشة دي ويبقى هو بيكلم القاعدة الجماهرية بالشكل كبير لكن صدقوني ممكن تلاقي واحد تاني يعني على فكرة مش أنا ولا غيري ولا لا لا دا لا يملك أي قناة في أي حتة ما بيطلعش الناس في أي حتة عنده معلومات وعنده وقائع أقوى بكتير من مليون أي حد بيطلع لك على الشاشة عشان بس ايه تبقى الدنيا واضحة وصريحة فمش معنى أنه هو طلع آلفة اللي بيقولوا ده الصح لا يا فندم فيش حاجة اسمحنا أكتر معروف جدا أن الأهلي هو النادي الأكثر شعبية داخل مصر وده قلتوا لك بالمنتجات زي لما شوفنا بس قاعد يقول لك ضحكوا على جمهور الزمانية يقولون الأهرام الأهرام والدولة بالرغم أن أثبت بعد كده ألف مرة من الأهرام كان بتكسب من الأهلي تلتمية أو ربعمية في المية طب الأهرام نفسها لما دخلت في منافسة مع شرقة صلة كسبت صلة ودفعت للأهلي خمسمائة وخمسين مليون جنيه زي دل بس الموضوع وصل لتسعمائة وخمسين مليون جنيه لما شوفنا فودافون ويبتتهافت وتتصرع الأهلي وخادته لما دخلت معها اتصالات وقدرت أن اتصالات تكسب من فودافون وتاخد الأهلي جري نادي زي مالك على فودافون وتحايله محايلة لا يمكن أن حد يتخيلها عشان ياخدوا حقوق الرعاية وفودافون رفضت قادرت ريكت عايزة الأهلي وخلاص طب بعد ما اتصالات ثابت أهلي والأهلي بقى مع وي وخلينا نقول أن وي وبنك صاييب كانوا رعال الدول المصر يعني لكل فرق الدول المصر ومع ذلك الاتنين إن كانوا وي أو بانك صاييب عملوا شكل وعلامة مميزة للنادي الأهلي وعملوا منتجات خاصة باسم النادي الأهلي كانوا بيبيعوا بيها يعني بانك صاييب كان عامل كارت آآ تماني معين بيبيع بيه خاص باسمه كارت الأهلي وما تبقوا عليه علامة الأهلي آآ وي كانت عاملة أغنية للأهلي وعملة علامة مميزة بشعارة مميز للأهلي ليه؟ لأنه الأقصر ما بيه عن المنتجات ده بنانا على إيه؟ بنانا على الناس دي بيتجيب شركات تقيم السوق إن كان في الوطن العربي أو إن كان في مصر ونشوف مين القعدة الأكبر طيب لما يطلع كل الدورة العربية اللي الأهلي بيشارك في مبارياتها إن كان كاسة عامل الأنبياء أو إن كان مباريات سوبر الأفروغي أو إن كان مباريات السوبر المصر اللي بيتلعب بره ويقولوا إن التذاكر النادي الأهلي هي اللي بتقلص بشكل أكبر هي اللي بتقلص بشكل ده ده أنا بحكي لك الحاجات المعلنة يبقى ده معناها حضرتك معناها أن النادي الأهلية والأقصر الشعبية وجمهيرية داخل مصر والوطن العربي سيبك من كلام الحكاوي اللي بيتقال من أجل الدحك وإفراز هرمون إرضاء الجمهير سيبك من الكلام ده أنا بكنك في الواقع دي الحقيقة عايز تصدقها عايز تعمل نفسك مش شايفة اعمل نفسك مش شايفة ولكن ده الواقع فبنان علي الأهلي بيكون هو النادي الأقصر حصولا على عقود الرعاية تهافت الرعاة علينا زي ما قلنا المنشأة الأكبر رياضيا والأكبر تاريخا والأكبر بالأرقام تعال أقول لك أن الأهلي تصنيفه في أفريقيا مثلا في آخر خمس سنين تعال نتكلم مثلا في قصة النقط اللي هو بياخده عليها التقييم زي ما وضحنا لفريرة كده اللي زمالك بيلعب من الدور التمهيدي تعال أقول لك مثلا أن الأهلي أو التصنيف في آخر خمس سنين الأهلي معاه 78 نقطة الوداب معاه 71 نقطة الترجي معاه 58 نقطة الرجاء معاه 54 نقطة نهض ببركان معاه 54 نقطة سندونز معاه 46 نقطة مازنبي معاه 43 نقطة الزمالك معاه 43 نقطة بيرامدز 34 واردنالدو بايتر 32 نقطة فالأهلي معاه 78 وزمالك معاه 43 نقطة في المركز السابع في دور الأبطال ده على آخر خمس سنين نتيجة المشاركات ففي آخر خمس سنين دي مشاركات الأهلي اللي بياخد فيها اللي خد فيها اتنين أبطال أفريقيا الزمالك صفر عدم مشاركة لحصوله على المركز السادس أو الرابع كل ده بيفرق في الشكل التسويقي زي ما قلنا الشكل الإداري إن الأهلي بيعرف يسوق للمنتج بتاعه للبراند بتاعه وإنه بيظهر في شكل عالمي بيقولك إنه بيروح كاس العام للأمدية كل الحاجات دي بتؤديل ده طيب ده اللي احنا شرحناه بكده ما شرحته هو باختصار اختصرت لك 25 ديئة كده في شكل سريع ومبصة طيب لما ميدو أولا بقى أنا هجي لك ليه ميدو بيهين الزمالك أو هو اللي بيقلل منه اللي أنا قلت لك ده كابتن ميدو أنت ممكن تشتغل عليه يعني أنت تطلع تقول إن نادي الزمالك لازم يبتدي يعمل عدد فروع يبتدي يشتغل على أن هو ياخد بطولات لكن لما تجي تقول نادي الزمالك ده أنت تقول إنه هو نادي كبير والله قيمة طب هو شاهلي ليه قيمة ده بيسعر نفسه يعني مثلا الأهلي بيقول أنا بساوي مليار جنيه بساوي عشرة مليار جنيه طيب الزمالك بيطلع يقول لا أنا راجل وقت دوري وبقى كاس وبسافر وبعمل أنا راجل وعندي منشآت أنا نادي كبير جدا أنا آآ مفيش أحسن مني أنا الأفضل أنا 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 حلو قمتي عشرة مليار جنيه لما بتحصل منقصة مع الرعاة أنا قمتي عشرة مليار جنيه خلاص وإيه الأهلي بيجيله بقى كل واحد بيروح للمنتج اللي أنت عايزه أولا أنت ما حدش بتها تفعليك فما حدش بيجيلك ده أول فأنت هنا بتعمل ان ما حدش بيجيلك فأنت بتقول أنا هاخد زي زي الأهلي هتاخد زي زي الأهلي إزاي ما هو ما فيش رعاه عايدين يجوه لك ده أول حاجة تاني حاجة ليه زيك زي الأهلي ما انت راجل كبير ما ما تقيم منتجك ما تقيم قمتك التسويقية وتقول لي رقمك ما يكشف يعني ده الوقتي الأهلي فنفرض إن الأهلي قرر السنة دي ياخد مئة ألف جنيه فأنت هتبقى قمتك مئة ألف جنيه ولا أنت بقول تاخد المليار وطلتمئة مليون قمتك بتحدد بقيمة الأهلي ولا بقمتك أنت عرفنا فهمنا كابتن ميدو أنتوا اللي بتقللوا من الناس وبتعملوا احتقام في الشرع المصري لأنكم تتحقوا على جماهركم وجماهركم للأسف بتمشي ولا ده وتعيش في نظرية المؤامرة وبيتأمروا علينا يا فندم منتج وبيتباع أنا يا راجل ببيع منتجي بكذا قمت بيتسوي كذا بيجيلي بيجيلي طب إنت ما تحط قمية منتجك ونشوف السوق مفتوح زي ما حصل مع فودافون زي ما حصل مع عتصالات زي ما حصل مع وي زي ما حصل مع صلة زي ما حصل مع بريزنتيشن زي ما بيحصل مع الشركة القطرية دلوقتي يا فندم بحضرتك موجود وأنا موجود ليه جيلي وما جالكش موضوع سهل جدا هو اللي بيجيلي على فكرة أنا ما برحلوش أنا بلمع في اسم الأهلي وفي شكل وبراند الأهلي بناء علي بيتهاتف علي الرعاة ده اللي انتوا لازم تفاهموا الجماهيركو يا كابتن عيب عيب وما ينفعش تقوله أنا بابقى زي زي الأهلي هو يا جامعة هو أنت فجل إن الراعي ده جاي يخرج النادي الأهلي فهنقول له معلش هو النبي خد ابن خوه معه يعني اخد ابن نقطه معه فيه يا جماعة اخد الزمالك عباعة اديره زيه وده قوه معلش خرجه هاتله كيس شبسي وهاتله جدا كمان كيس شبسي يا جماعة انتوا اللي بتقللوا من نديكو والله بتصرحكو دي بتحاولوا تسحكوا على الجماهيركو تكسبوا تعاطف جماهيركو بشيء محزن وصدقوني الموضوع خرج بره اقتر الهزار الموضوع خرج بره اقتر الهزار والتحفيل عيب يا جماعة احترموا جماهيركو واحترموا عقلهم احترموا عقلهم مش كده ما تلحكوش عليهم كده عرفوهم الحقيقة وبدل ما تعرفوهم الحقيقة اشتغلوا على نفسه يا كابتن ميدو هو الزمالك فانا هافرب معاك فرض خيالي تخيلي كده لو الاهلي قعد عشر سنين او خمستاشر سنة ما بياخدش افرق ومحليا انت بقت اعلى مني وانا مسهل في العشر او خمستاشر سنة دول زي في اخر عشرين سنة كده لما انا اكون واخد او في اخر ستتاشر سنة انا واخد تلتاشر دوري وانت واخد تلاتة فحصل انت بالزبط كده هتقول ان احنا في اخر ستتاشر سنة انت قدت ستتاشر دوري وانا قدت تلاتة وبقى عندي مشاكل والفروع بتاعتي قلت وانت ازا مالك فتح له فرع او فرعين كمان وازا مالك وصل كاسل عند الاندية لانه خد له مسلا في ستاشر سنة دول حوالي تلاتة او اربعة افريقيا وعدل رقم الاهلي فازا مالك شاف ساعتها ان هو يساوي عقد رعاية باتنين مليار جليه والاهلي ساعتها نظرا ان قمته قلت شوية وهقول بقى ان الجماهريات وكمان قلت نديجة ان في القمصر سنة دول في اجيال تهافتت على ازا مالك اللي بيكسب فتساوت الجماهرية مسلا فالاهلي بقى قمته نص مليار جنيه فساعتها هتقول انا اخد زي الاهلي رد يا كابتن رد رد يا كابتن اشتغلوا على نديجه اشتغلوا على ان انت تعلي قومة المنتج بتاعك ما ينفعش يا كابتن انا ببيع تشيرت بخمسين جنيه وجمبي محل تاني ببيع تشيرت بمين جنيه وانا اقول انا كمان هبيع زي وبمين جنيه لا يا فندم لان ده كواليتي وده كواليتي ده خامة وده خامة زي ما بيقوله كده سعب بيقول ده ده مستورد وده ده مش عارف ايه او بنقول ده قطن طبيعي مصري مية في المية وده بنقول قطن دخل بوليستر فاكابتن دي الحقيقة دي الحقيقة اللي انت عارفها ومتأكد منها والله العصيب لكن للأسف للأسف انا مقدرش اقول ان انت طالع تكسب شير ولا طالع تكسب بيو لا خالص لكن انت طالع تكسب احتقان للجماهير ضحكة على الجماهير وايهامهم بان في مؤامرة غير حقيقية عز مالك بيثبتها ان في الاخر الرعاة دول مش الاهلي اللي بروح يجيبهم ده هما اللي بيجوا يدفعوا للاهلي عشان اسمهم يكون موجود على التشيرت او على بنارات في النادي او استخدام كل حقوقهم التسوقية بقى بما انه بقى هو الراعي فاكابنى كفاياكم ضحك وتقليل من نديكم واكابنى من ان جماهيركم تفوق وتصحى وبدل ما تهاجم اللي بيعرفهم الحقيق وبيوضح لهم الحقيق يهاجموا اللي بيتحكوا عليهم وبيغيبوا عقولهم وبيخلوهم دايما دايما بصين للاهلي مش اكتر وعمرهم ما حاولوا يبقوا زي او يتعلموا منه ومش عيب بل بالعكس ده ممكن يقوّل منافسة لكن طول ما انت باصص ان انا عايزة بقى زيك وبس بدون اي حاجة وهلغى اي دراسة وهلغى اي حاجة بتقول ان فيه سوق وفيه شعبية وفيه كويمة للمنتج اعتقد اعتقد ان ده هتخليك هتفضل دايما دايما بتجي ورا الاهلي وبس مفيش جديد شكرا ليكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة واحنا بنعلمهم عيب ما تحقوش على كماهيكم شكرا